من الأحاديث العجيبة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال صلى الله عليه وسلم نعم قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء هذا الحديث رواهنا سائب إسناد صحيح هذا الحديث أيها الكارم فيه دلالة على فضل سقاية الماء ونشر هذا العمل بين الناس الماء مهم لكل البشر بل للحيوانات وإذا تأملنا قصة المرأة البغي التي سقت الكلب نزلت البئر وسقت الكلب وأنت تعلم المعاناة التي تكون لمن ينزل البئر ثم يصعد ثم تقدم قطرات من الماء في حذائها لذلك الكلب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى شكر لها ذلك قال فشكر الله لها وغفر لها يا سبحان الله مجرد سقاية كلب تفوز تلك المرأة بالشكر الإلهي والمغفرة الربانية لذنوب الفواحش التي كانت تعملها يا فضلاء يا كرام يا إخوة يا أخوات سقي الماء عمل جليل والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما قال سقي الماء لمن أراد أن يتصدق عن أمه فلابد أن ننشر مثل هذا العمل ترجمة نانسي قنقر